أقام قسم حقوق الإنسان بالتعاون مع المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب والقسم السياسي بهيئة علماء المسلمين ندوة تطرقت إلى جرائم التغييب القسري في العراق بالحقائق والوقائع وتضمنت الندوة ثلاثة محاور جاءت بالتفاصيل والأرقام مبينة جرائم الاحتلال وحكوماته المتعاقبة نجدد معكم اللقاء اليوم مع ندوة حقوقية توثيقية سياسية تهتم وتسلط الضوء على حقائق ووقائع وشواهد جرائم التغييب القسري في العراق في المحور الأول تحدث الدكتور أيمن العانينة بمسؤول قسم حقوق الإنسان بالهيئة عن بيان تفاصيل الجرائم والأعداد الحقيقية لها وبيان موقف الهيئة تجاه هذه الجريمة من خلال بيانها الأخير تبدأ تفاصيل هذه الجريمة مع تمكن قوات الحكومة في بغداد والميليشيات المتحالفة معها من استعادة ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد والمناطق المحيطة بها من تنظيم الدولة في آب أغسطس 2014 ومنذ ذلك الحين ترفض الحكومة عودة الأهالي إليها وقامت الميليشيات بتحويل المنازل المواطنين إلى معتقلات وسجون سرية تحويل آلاف من النازحين من أبناء المنطقة والمحافظات المستهدفة بذريعة الإرهاب في العراق تلاحظون التزامن الحكومة تمنع عودة الأهالي والميليشيات تحول المنازل إلى معتقلات أما المحور الثاني فتحدث فيه مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان عن الاختفاء القسري للمدنيين العزل بعد اختطافهم وقتلهم بسرية تامة وإخفاء معالم الجريمة يحدث الاختفاء القسري عندما يتم اختطاف شخص ما أو سجنه من قبل دولة أو منظمة سياسية أو من قبل طرف ثالث بتفويض أو دعم أو موافقة من دولة أو منظمة سياسية ثم يتبع ذلك رفض الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده بقصد وضع الضحية خارج نطاق القانون وفي المحور الثالث والأخير تحدث الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي بالهيئة حول بيان المواقف السياسية الحكومية لجريمة الاختفاء القسري للمدنيين العزل وأن الحكومة ما تزال تلتزم الصمت المطبق تجاه هذه الجريمة التي أسمتها جثث مجهولة الهوية ما يعني أنها متهمة وشريكة فيها بعد أن انتشرت الجريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداول مقاطع فيديو مسجلة سجلها الذين قاموا بدفن هذه الجثث تحت مسمى جثث مجهولة الهوية بعد استلامها من مستشفى بابل وتصريحهم بأنهم يقومون بهذا العمل منذ فترة من الزمن وهم إلى الآن دفن 231 جثث النهج الذي تتبناه الجهات الحكومية وميليشياتها في العراق ضد مناطق بعينها يأتي في إطار العمل على تغيير ديمغرافيتها ومعالمها التراثية الأمر الذي يحتاج فيه العراق في الوقت الراهن إلى ضغط دولي على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وإيقاف مسرسل القتل والجريمة المنظمة اشتركوا في القناة